أطفال العراق شافوا هواية من الأحداث السلبية خلال السنوات الأخيرة والعراقيين كلهم أصروا على تغيير واقع الحال أكو عدد كبير منهم يؤمنون أن حقوق الطفل في العراق ما يقتصر على الجوانب الصحية بس بل كلهم ثقة أن الجانب التعليم هو اللي ينشأ جيل ويخدم الأوطان ويطورها وهذا كان أحد أهم أهداف مبادرة ثورة تعليم ضمن مشروع تنز مبادرون اللي أسس الشاب العراقي علي حاكم حتى يتطور هو ومجموعة من المتطوعين واقع التعليم والمدارس في العراق قدر الأمكان علي حاكم ويانا من كربلا يا أهلا وسهلا بيك مرحبا بيكم أهلا وسهلا وشكرا لإستضافتكم شكرا إليك بالبداية علي أريد أشكرك على هذه المبادرة الجميلة وقبل ما نحكي عن مشروع ثورة تعليم أريد أعرف شون قدرت تأسس مبادرة تنز لخدمة العراق واليوم بيها متطوعين في عدد كبير من الدول العربية نعم بعد سنوات طويلة من عملنا تطوعي في عموم المحافظات العراقية بدأ الكثير من الشباب من البلدان العربية يحاولون يشاركون بأعمالنا تطوعية رغم أنهما من بلاد مختلفة فلذلك إحنا إجانا دافع جديد اللي هو بدافع المواطنة العربية وخلي نقول بمفهوم أشمل الإنسانية فدافع شعور الإنسان بالإنسان هو اللي دفعنا أنه ننطلق بهذه المبادرة اللي تهدف أنه نساعد الإنسان أينما كان في أي بلد كان يعيش أحلو علي الإيد الوحدة ما تصفق وإنت قلت الإنسان يساعد إنسان فشيء جدا جميل أنه كل هذول الناس بيساعدهم بعض انتبهت أنه أنت المنهج اللي تدرسه تفرق عن المنهج اللي درسوه بالمدارس الحكومية بالعراق فشنو أنت تريد تغير من ناحية المنهج أو المدارس الحكومية بالعراق الدراسة نعم نحن انطلاقا نحاول أن نغير فلسفة التعليم بشكل عام نحاول أن نغير دوافع التعليم يعني بمعنى لماذا نتعلم هل نتعلم لأجل الوظيفة هل نتعلم لأجل الشهادة الجامعية أم نتعلم لأجل الحياة فهذا هو الفلسفة الجديدة اللي نريد نحن ندخلها إلى التعليم في العراق أنه لماذا نتعلم لأجل الحياة اليوم الحياة بدأت تفرض علينا مجالات واحتياجات وضرورات مختلفة ما نجدها في المدارس يعني ما نجدها في دروسنا وفي مناهجنا التعليمية لذلك نحاولنا اليوم من خلال مشروع ثورة التعليم أن نحدث هذه التغييرات يعني اليوم نحن في مشروعنا نتعلم الديمقراطية في مشروعنا نتعلم التواصل الاجتماعي في مشروعنا نتعلم المواطنة في مشروعنا نتعلم روح التطوع والمبادرة وبالتالي هذه الأشياء هي غير موجودة في المناهج الدراسية علي من ناحية خبرتك من مبادرتك لحد الآن هل أنت برأيك فعلاً الشباب العراقي اليوم يقدر يغير منظوره ويغير الأجيال القادمة الصاعدة ويقومون يحققون أحلامهم ويطورون مستقبلهم ويسوون كل هذا العلم الذي أنت تحكي به ومثل ما قلت أهم شيء تغيير المنظور من السلبي إلى الإيجابي هل برأيك فعلاً هذا سيحصل؟ نعم الحقيقة نحن اليوم الشباب العراقي بالإضافة إلى ميزاتهم الكثيرة وقدراتهم والإبداع يتميزون بميزة أعتقد أنه هي فريدة اللي هي البقاء على قيد الأمل رغم كل هذه الظروف فمن تشوف أن هؤلاء الشباب رغم كل هذه الحروب والمشاكل وهم لا يزالون يتشبثون بالأمل علي حاكم من كربلا شكراً جزيلاً إليك لأنه فعلاً الأخبار اللي سمعناها منك تسر من يسمعها ويشوفها شكراً جزيلاً